في نهاية الإجازة الأسبوعية قررت أسرة أمير زيارة الجد بمحافظة الفيوم وانطلقت السيارة تقطع الطريق وسط المزارع الخضراء أحيانا ووسط الصحراء أحيانا أخرى وبعد سبعين دقيقة وصلت الأسرة إلى منزل الجد بإحدى قرى الفيوم واستقبلهم الجد بحفاوة وفي أثناء تناول العشاء أبدى أمير وأميرة ارتياحهما للمشاهد الخلابة بالفيوم وحكى الجد ذكرياته فاستوقف أميرة حديث الجد عن باحثة البادية فقالت من باحثة البادية يا جدي؟ قال الجد إنها ملك حفني ناصف كان أبوها من أشهر الأدباء والقضاة في مصر قال أمير أين ولدت يا جدي؟ قال الجد ولدت في حي الجمالية بالقاهرة في سنة 1886 من الميلاد التحقت بالمدرسة السنية وحصلت على الابتدائية وواصلت دراستها حتى نالت الشهادة العليا قال أمير وما صلتها بالفيوم؟ ابتسم الجد قائلاً لقد انتقلت إلى الفيوم بعد أن تزوجت من عبد السطار الباسل رئيس قبيلة الرماح وكان رجلاً واسع الثقافة يجيد أكثر من لغة وبعد الزواج اتخذت لنفسها لقباً جديداً اشتهرت به وهو باحثة البادية علق الأب قائلاً نظرت ملك حفني ناصف نفسها للدفاع عن المرأة وتعليمها فكانت تحث الأباء على تعليم بناتهم وكانت تعلم الفتيات كيفية الاعتناء بأنفسهم وعلقت والدة أمير قائلة إن ملك حفني ناصف وهدى شعراوي وصفية زغلول وغيرهن كثيرات قد بدلنا الجهد من أجل حصول المرأة على حقوقها وإصلاح أوضاعها في الأسرة والمجتمع لهذا أصبحت المرأة وزيرة وسفيرة وقاضية ومعلمة وطبيبة ومهندسة وباحثة في شتى الميادين أميرة شكراً لهن وشكراً لك يا جدي أن عرفتنا بباحثة البادية أمير سأكتب غداً في مجلة المدرسة عن ملك حفني نصف أميرة سأشترك بجمع صور لباحثة البادية في هذه المجلة الجد أحسنتما فيجب أن يعرف الجيل الجديد ما قام به الرواد والرائدات من جهد من أجل تقدم المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر